فائزين في الشورفليستو جايزة أولى بيحصل عليها الفائز الأول من القائمة القصيرة السنة دي بنعلم النهاردة فتح باب التقدم للجايزة اللي هيبدأ فيه مايو القادم في 21 مايو هنبدأ يوم مختلف يعني عن ذكرى ميلاد نجم إنه هيوافق يوم جمعة فهنبدأ تلقي الأعمال من 21 مايو للدين و 20 يوليو وفي لجنة تحكيم جديدة زي قاعدة ليحة الجايزة اللي كل سنة في لجنة تحكيم بيعلن أسماء لجنة تحكيم مع إعلان الجايزة وقت التقدم للجايزة ويعني مرة ثانية بنضحف بيكم والحقيقة أنا مبسوط قاوي بالجايزة دي لأنه على الأقل احنا بنيجي دي وبدأنا كل سنة نفتكره يعني وكده وظاهرة جات مرة ومعرفش بقى سكان هيجي تاني احنا عملنا من الجايزة دي إن بالفعل نشوف شخصيات تطلع من الشباب تبقى أحمد وأدنج من جديد يعني وده هو ده اللي يبقى بعث الروحه ومصريته وجماله والداخلي يعني كله فبنرجو وإحنا كان فيه كلاما إن الجايزة من علي السن وكده وإحنا يمكن وغيرس العملنا كله ما وقعش على اقتراح ده وخليناها كده وانتوا شوفتوا سن فتت يعني شباب الحقيقة كان مشارب جدا لكسب الجايزة ونرجو السنة دي بقى إن نكتشف ناس تانية وإن الجايزة دي تبقى دافعا إن بقى دايما مصري إن تثبت المصري خلاقة وولادة وإن فيه كأن كلنا بنشوف كده فيه ناس كده بتقول يعني إن احنا بنشوف العظاماء القدام دول كلهم بيروحوا وما بنشوفش حالياة جديدة طالعة فنرجو إن ده يكون بعث إنه أكد على أن مصري ولادة وخاصة أن الشباب جديد ويطلع بروح بيجي دون كامل المشوار واشكركوا تاني على وقتك وعلى مجيب ودي مشكلة كبيرة جدا يعني فعلا إحنا هنعمل كل جودنا السنة دي نزود الدعاية لكن هو ده دور الإعلام وعشان كده إحنا بنفكر في مختلف صاحب زي ده يعني فعلا وصول الفكرة دي إلى كل أرحاء القاهرة وهي كبيرة جدا وبعدين الأقليم ده مهم جدا عشان فعلا زي ما قال الدكتور عماد هي كانت العدد كان السنة اللي فاتت كويس لكن أنا الحقيقة بالنسبة لي كان أقل من المتوقع لأنه هي روح مصري دي هي الشهر يعني أنا تعالي زمان ما كانش فيه واحد فينا محسش إنه شاعر في وقت من الأوقات فيعني موضوع الشهر ده موضوع يعني في مصر جزء أوهاري من ثقافة الناس حتى الناس البسيطة تلقاها بتردد شهر وخاصا الشهر العامي يعني فأنا الحقيقة يعني أطلب منكم التعاون إن إحنا الموضوع ده يبقى يعني أكثر وصولا للناس بس عدد أهل في الشهرين دول اللي لغاية تقفلع باب القبول هنا بس اللينك بتاع الجايزة والمونة ده تساعدكم دي بيكو اللينك نفسنا ولها اللينك بحيث إن ورقة الجايزة دي والشروط التقدم لها كل حاجة تبقى على اللينك ده فلو أنت حطيتوها كلكو على البرتل فتاعة الجارات بتاعتكو أو على أساس ده عمل ثقافي يعني يعني عارف طبعا كل حاجة بمصاريف وبتاع لكن دي بسيطة يعني فلا ممكن وبالنسبة اللون تي بي كمان والمصر يقوم والغاية كلها ويحطوها على البورتلس بتاعتهم وبالنسبة لها